هكلم حضراتكم طبعاً يعني احنا عندنا موسم عجيب غريب يعني اللي يبص للدوري في اسبانيا اللي يبص للدوري في انجلترا اللي يبص لبطول الدوري الابطال هيلقي حاجات كتيرة جداً فيه الخريطة اتغيرت ليفربول واحد من الفرق الحقيقة طبعاً عشان وجود محمد صلاح احنا بنتابعه بشكل كبير واعتقد بقى ليه قاعدة جماهرية في المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص كبيرة جداً فريق عانى بشكل عنيف في بداية الموسم ورغم ان هو نجح في التتويق بالدوري الانجليزي ومن قبلها بطول الدوري الابطال لكن الموسم ده ما كانش الابطال عشان كده يمكن الفريق بشكل قوي جداً بيجهز لفكرة تدعيم الفريق للمنافسة في الموسم القادم على البطولات والالقاب اللي هيدخلها يمكن اكتر من صفقة بيكلم عليها المسؤولين في فريق ليفر بول متوقع الحقيقة في موسم الانتقالات الصيفية خدوا لكم برضو عشان عندنا في مصر كلام كتير قوي على الانتقالات ويمكن معنا مجموع من الأخبار هنا اللي تقول لك أنه مفيش صفقة ممكن تقول أنها تمت إلا لما تتم بالفعل ويتم الإعلان عنها فكرة المفاوضات دي في أوقات كتير جداً بتبقى هدفها تشتيت المنافسين حضراتكم عارفين قبل بس ما كمل في حتة ليفر بول أنه النهاردة مثلا نادي زي النادي الأهل لما بيتم الإعلان أنه هو بيفوض لعيب في كتير جداً من الأندال منافسة اللي بتخش لسبب من اتنين السبب الأول أنها تخطف الصفقة دي من نادي الأهل الأهل منافس محتمل سواء في البطولات المحلية أو حتى بالنسبة اللي بتنفسنا على المستوى أفريقيا فما فيش منع أن أنا أخش معاه في الصفقة دي منها أفوز بصفقة لعيب كويس ومنها أحرم النادي الأهل من صفقة ممكن تكون إضافة لي أو على أهل تقدير حتى لو أنا ما عنديش رغبة في أن أنا أستقدم اللعب ده أجيبه لصفوفي على أهل أصعب من مهمة التفاوض بالنسبة للنادي الأهلي أو أغلي المقابل عن نادي الأهلي فبدل ما الأهلي يخلص فيه ب10 مليون لا يخلص فيه ب15 مليون وبالتالي ممكن يأثر على إمكانات النادي الأهلي المادية في صفقات تانية ده على فكرة حالة الصراع دي موجودة في كل حتة في العالم ومفهومة ومنطقية فمش كل قسم بيتم الإعلان عنه يبقى بالتالي هو صفقة محتملة بالنسبة للنادي الأهلي ولد جداً بتبقى فيه صفقات للتخطيئة على الصفقات توهم عنا يعني توهم عنا اللعيبة اللي تحت المنزار كتيرة جداً كتيرة جداً والأهلي لما بيتحرك بيتحرك بشكل يخليه عنده قدرة على حسم الصفقات اللي بجد عليها العين خلينا أرجع تاني ليفر بول أكتر من صفقة محتملة بالنسبة لليفر بول في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية يمكن أكتر من اللعب كانوا تحت منزارة ورغبة يورجين كلوب طبعاً والبداية الحقيقة يمكن كلام كتير كان عن نيكو لوباريلا لعب فريق انترنسيونالي واحد من أهم اللعيبة في تشكيلة انترنسيونالي الموسم الحالي الحقيقة يمكن تقارير قالت ان لوباريلا قريب جداً من الانضمام لصفوف ليفر بول في المركاتو اللي جاي ويمكن ليفر بول بيعتمد في التخليص في الصفقة دي على أزمة مالية طحانة الحقيقة بيعاني منها فريق انترنسيونالي الأزمة دي طبعاً مرتبطة ودي واحدة من أهم الأسباب اللي خلت كونتي يرحل عن تدريب صفوف أو عن تدريب فريق انترنسيونالي في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد نجاح كبير في استعادة لقب الدوري الإيطالي من اليوفنتس لكن الحقيقة بعد ما اتسحبت استثمارات الصينية من نادي انترنسيونالي فكرت إدارة النادي في أنها تبقى بعض النجوم الفريق خصوصاً اللي تقلقوا بشكل كبير جداً عشان يطلعوا من الوضع المالي الحرج اللي بيمر به كلام على لوتارو مارتينيز نجم طبعاً الانتر كلام على لوكاكو كلام على باريلا من المتوقع أنه لو انتقل من صفوف الانتر حيروح على طول على ليفر بول أكتر من صفقة تانية الحقيقة مش بس باريلا هو الاسم اللي تم ترشيحه للانتقال من النيرعد سوري لليفر بول صفقة يمكن متوقع لها أنها ما تقلش عن 50 مليون سترلينيو ده رقم كبير طبعاً لكن الحقيقة على مستوى الهجوم كمان فيه تدائمات كتير وفيه أسماء كتير مرشحة للانتقال للليفر